مرحبا بكم أبناء تلاميذ السنة السادسة من التعليم الأساسي إذن من خلال هذه الحصة سنحاول اكتشاف ظاهرة لغوية جديدة وسنسعى إلى توظيفها واستعمالها في وضعيات مختلفة إذن وموضوع اليوم أو الظاهرة التي نحن بصدد الحديث عنها هي علامة إعراب الجمع المذكر السالمي إذن علامة إعراب جمع المذكر السالمي والهدف من هذه الحصة أن أتعرف علامة إعراب جمع المذكر السالمي المناسبة للوظيفة وأن أستعملها إذن هدف الحصة أتعرف علامة إعراب جمع المذكر السالمي المناسبة للوظيفة وأستعملها يعني أكتشف الظاهرة اللغوية يعني علامة إعراب الجمع المذكر السالمي ثم سأوظفها في بعض المواطن أو الوضعيات المختلفة إذن سنبدأ بالتمرين الأولي الوارد على الصفحة ثمان وثمانين على كتاب التمرين عالم الكتابة إذن ننطلق من النشاط الأولي أو السؤال الأولي أقرأ النص وأسطر الجموع المنتهية بوا ونون أو بيا ونون أعيد التعليمات أقرأ النص وأسطر الجموع المنتهية بوا ونون أو يا ونون إذن في البداية أو في بداية التعليمة لنا الجزء الأول أقرأ النص سأقرأ هذا النص وجه الملاحون المرهقون السفينة نحو اليابسة وأمرتهم عليسة بأن يلقوا مراسيهم على شاطئ تحده أشجار الصنوبر وبينما كان الملاحون منشغلين بطي القلاع والأشرعة كان أبناء البلد يتجمعون شيئا فشيئا حتى امتلأ بهم الشاطئ وبدأ ضجيجهم يعلو وكانوا يتساءلون في حيرة عن هؤلاء القادمين وعن المرأة الواقفة بينهم في خيالاء إذن أعيد قراءة النص وجه الملاحون المرهقون السفينة نحو اليابسة وأمرتهم عليسة بأن يلقوا مراسيهم على شاطئ تحده أشجار الصنوبر وبينما كان الملاحون منشغلين بطي القلاع والأشرعة كان أبناء البلد يتجمعون شيئا فشيئا حتى امتلأ بهم الشاطئ وبدأ ضجيجهم يعلو وكانوا يتساءلون في حيرة عن هؤلاء القادمين وعن المرأة الواقفة بينهم في خيالاء إذن الجزء الثاني من التعليمة أسطر الجموع المنتهية بوا ونون أو يا ونون ونقصد بالجموع يعني المفردات التي وردت في صيغة الجمعين إذن الإجابة الملاحون المرهقون الملاحون منشغلين والقادمين إذن المفردات التي وردت في صيغة الجمعية الملاحون المرهقون الملاحون منشغلين القادمين إذن وقبل أن ننطرق سنحاول البحث عن وظيفة كل مفردة وجه الملاحون إذن الجملة فعلية الملاحون وظيفتها فاعل المرهقون إذن نعت يعود على الملاحين كان الملاحون منشغلين إذن الملاحون وظيفتها اسم الناسخ كان منشغلين وظيفتها خبر الناسخ كان القادمين عن هؤلاء القادمين لدينا اسم سبق هذا الاسم وأضفنا له القادمين كي نعرفه ونحدده وظيفته مضافا إليه إذن النشاط الثاني أكمل الفراغ في النص معوضا الإسم الجمع بالاسم المثنى أكمل الفراغ في النص معوضا الإسم الجمع بالاسم المثنى وأقصد بالنص النص الذي نحن قد قرأنه إذن لدينا الملاحون المرهقون الملاحون منشغلين والقادمين أكمل الفراغ في النص معوضا الإسم الجمع يعني ما قمنا بتستيره ما حددناه بالاسم المثنى يعني باسم في صيغة المثنى الإجابة لدينا الملاحون فأصبحت الملاحاني يعني في صيغة المثنى المرهقون أصبحت المرهقاني كان الملاحون في الجمع ففي صيغة المثنى كان الملاحاني منشغلين في صيغة الجمع أصبحت منشغليني في صيغة المثنى في حيرة عن هذين القادمين إذن أعيد قراءة النص بعد تعويض الاسم الوارد في صيغة الجمع باسم في صيغة المثنى وجه الملاحاني المرهقاني السفينة نحو اليابسة وأمرته مع الليسة بأن يلقي مراسيهما على شاطئ تحد أشجار الصنوبري وبينما كان الملاحاني منشغلين بطي القلاع والأشريعة كان أبناء البلد يتجمعون شيئا فشيئا حتى امتلأ بهم الشاطئ وبدأ ضججهم يعلو وكانوا يتساءلون في حيرة عن هذين القادمين وعن المرأة الواقفة بينهما في خيالاء ونلاحظ أن كل الأسماء في هذا النص وردت في صيغة المثنى الملاحاني المرهقاني الملاحاني منشغلين هذين والقادمين ونلاحظ علامة إعراب المثنى مثل ما ذكرنا في الحصة الفارتة يرفع المثنى بألف المد وينصب ويجر بالياء الساكنة والنون إذن يرفع الاسم المثنى الاسم الوارد في صيغة المثنى بألف المد والنون وينصب ويجر بالياء الساكنة والنون إذن نمر للتعليم الموالية لدينا الاسم المثنى والاسم الجمع يعني الاسم الوارد في صيغة الجمع المذكري السالمي إذن الملاحون فأصبحت في المثنى الملاحان المرهقون في المثنى المرهقان الملاحون في المثنى أو في صيغة المثنى الملاحان منشغلين في صيغة المثنى منشغلين القادمين في صيغة المثنى القادمين إذن نلاحظ في الجدول الأول وما يوافقه في الجدول الثاني إذن لدينا الملاحون أصبحت الملاحان المرهقون أصبحت المرهقان الملاحون أصبحت الملاحان منشغلين أصبحت منشغلين القادمين أصبحت القادمين نلاحظ أن الإسم المثنى يرفع بألف المدي والجمع المذكر السالم يرفع بواو المدي وأعني بذلك أن الإسم المفرد الذي ينتهي بضمة ففي المثنى تعوض الضمة بألف المدي كما تعوض الضمة بواو المدي في صيغة الجمع المذكر السالمي عندما يكون الإسم المفرد مفتوحا يعني الفتحة فالإسم الوارد في صيغة المثنى علامة أعرابي هي الياء الساكن والنون أما الجمع المفرد المذكر السالم فعلامة أعرابي التي تعوض الفتحة هي ياء المدي أما الكسرة يعني إذا ورد الإسم المفرد مكسورا فتعوض الكسرة في المثنى الياء الساكن والنون أما في الجمع المذكر السالمي فعلامة أعراب فالعلامة التي تعوض الكسرة هي ياء المدي إذن أستنتج يرفع الجمع المذكر السالم بواو المدي وينصب ويجر بياء المدي يرفع الجمع المذكر السالم بواو المدي وهذه الرفعة يعوضها في صيغة المثنى أليف المدي وينصب ويجر بياء المدي ويعوضها في صيغة المثنى الياء الساكن والنون إذن سنتناول الآن التمرين الوارد على الصفحة اثنين بالصفحة تسعة وثمانين من كتاب التمرين عالم الكتابة إذن التعليمة أعوض الأسماء المسطرة بجمع مذكر سالم وألون علامات الإعراب أو غير ما يجب تغيرهم أعيد قراءة التعليمة أعوض الأسماء المسطرة بجمع مذكر سالم وألون علامات الإعراب وأغير ما يجب تغيرهم إذن الأسماء المسطرة هي اللاعب المدرب واقفا الميداني اللاعب وغاظبا سأقرأ كامل النص كان اللاعب يتنقل بسرعة أما المدرب فكان واقفا بجانب الميداني مشجعا مبادرات اللاعب غاظبا من أخطائه إذن نلاحظ أن كل المفردات المسطرة وردت في صيغة المفرد إذن المفردة الأولى يعني الكلمة الأولى اللاعب علامة أعرابها هي الضمة كان اللاعب وهي اسم الناسخ أما المدرب فعلامة أعراب هذه المفردة هي الضمة واقفا علامة أعراب هذه المفردة هي الفتحة الميداني علامة أعراب هذه المفردة هي الكسرة اللاعبي علامة أعراب هذه المفردة هي الكسرة غاضبا علامة إعراب هذه المفردة هي الفتحة لأنها أو لأن وظيفتها كان وقفا مشجعا مبادرات اللاعب غاضبا حال إذن أعود إلى التعليمة أعوذ الأسماء المسطرة بجمع مذكر سالما إذن وردت هذه الأسماء في صيغة المفردة سأعوذها بالجمع المذكر السالمي إذن لدينا كان اللاعب يتنقلون في صيغة الجمع المذكر السالمي لدينا الضمة وتعوذها واو المدي كان اللاعبون يتنقلون بسرعة أما المدربون لدينا المدرب الضمة عوذتها واو المدي فكان واقفا إذن فكانوا واقفين ونلاحظ يا أول مدي بجانب الميدان مشجعا أصبحت مشجعين ونلاحظ يا أول مدي في صيغة جمع المذكر السالمي مبادرات اللاعبين اللاعب أصبحت اللاعبين وعلامة أعراب هذا الاسم هي يا أول مدي غاضبين من أخطائهم أعيد قراءة النص كان اللاعبون يتنقلون بسرعة أما المدربون فكانوا واقفين بجانب الميدان مشجعين مبادرات اللاعبين غاضبين من أخطائهم ونلاحظ علامتين أعراب الجمع المذكر السالمي يعني في حالة الرفع والمدي وفي حالة الكسر والفتح يا أول مدي نمر إلى النشاط عدد ثلاثة الوارد على الصفحة تسعة وثمانين من كتاب التمارين أقرأ التعليمة نجعل الكلمات المسطرة مفردة وأغير ما يجب تغيره نجعل الكلمات المسطرة مفردة وأغير ما يجب تغيره إذن سأقرأ الكلمات المسطرة العداءون المشجعون العدائين أقرأ كامل النص وقف العداءون على خط الانتلاق في أقصى درجات التحفز وكان المشجعون يصفقون بما أوتوا من قوة وقبل الانتلاق نبه الحكم العدائين ودعاهم إلى عدم تجاوز الخط بأقدامهم وإلى انتظار إشارة الانتلاق الكلمات المسطرة العداءون العداءون المشجعون والعدائين نجعل الكلمات المسطرة مفردة أغير ما يجب تغيره إذن قبل أن نعوض المفردة لا بد من أن أتأكد من علامة الإعراب إذن وقف العداءون العداءون وردت هذه المفردة في صيغة الجمع المذكر السيريمي وعلامة إعرابها هي واو المد وماذا تعوض واو المد في صيغة المفردة هي الضمة الجواب العداءون تصبح العداء إذن وقف العداء على خط الانتلاق في أقصى درجات التحفز لدينا المشجعون الواو المد ويعوض واو المد في صيغة المفردة الضمة إذن وكان المشجع يصفق بمؤتي من قوة وقبل الانتلاق نبه الحكم العداء لدينا في النص وقبل الانتلاق نبه الحكم العداءين وعلامة عراب هذا الاسم لياء المد وكي أفرق أو كي أميز بين الضمة بين الفتحة والكسرة لا بد من البحث عن الوظيفة إذن وقبل الانتلاق إذن نبه الحكم العداءين نبه وظيفتها فعل الحكم فاعل العداءين مفعولا به ونعلم أن علامة إعراب المفعول به في صيغة المفرد هي الفتحة إذن نبه الحكم العداء ودعاه إلى عدم تجاوز الخط بأقدامه وإلى انتظار إشارة الانتلاق ونلاحظ الفرق بين علامة إعراب الجمع المذكر السليم وعلامة إعراب الأسماء الواردة في صيغة المفرد إذن ملاحظة لدينا وقف العداءون هذه المفردة قلنا وردت في صيغة الجمع المذكر السليمي وأضفنا كلمة السليمي لماذا؟ لأن هناك جموع لا تنطبق عليها القاعدة ونذكر مثال سأعوذ العداء بالطفل نقول وقف العداءون في صيغة الجمع إذا قمنا بتعويذ العداء بالطفل نقول وقف الأطفال إذن وهذا الجمع لا تنطبق عليه القاعدة إذن نمر إلى السؤال الموالي أنتجوا أنتجوا نصا أصف فيه مشهد نشاط فلاحي وأستعمل فيه أسماء في صيغة الجمع المذكر السليمي أنتجوا نصا أصف فيه مشهد نشاط فلاحي وأستعمل فيه أسماء في صيغة الجمع المذكر السليمي إذن المطلوب هو إنتاج نص سأضمنه مقطعا أصف فيه مشهدا فلاحيا والغاية أو الهدف من هذا التمرين هو استعمال أسماء واردة في صيغة الجمع المذكر السليمي إذن سأقدم محاولة ويا له من مشهد فلاحي الفلاحون مجتمعون في رقن من أركان الضيعة أما الصاعدون على السلالم والفارشون للأفرشة والجامعون للغلال يعملون في حماس والفرحة تعلو محياهم ويا له من مشهد أعيد القراءة ويا له من مشهد فلاحي الفلاحون مجتمعون في رقن من أركان الضيعة أما الصاعدون على السلالم والفارشون للأفرشة والجامعون للغلال يعملون في حماس والفرحة تعلو محياهم إذن الهدف من هذا السؤال أو من هذا الانتاج هو إدراج أو توظيف علامة إعراب الجمع المذكري السالمي من خلال هذا النص سنحاول استخراج الأسماء الواردة في صيغة الجمع المذكري السالمي إذن لدينا الفلاحون وعلامة إعرابه هي واو المدي لماذا؟ لأن وظيفته مبتدأ مجتمعون إذن هذه المفردة وردت في صيغة الجمع المذكري السالمي وعلامة إعرابه هي واو المدي الصاعدون هذه المفردة وردت في صيغة الجمع المذكري السالمي وعلامة إعرابها هي واو المدي الفارشون إذن وردت هذه المفردة في صيغة الجمع المذكري السالمي وعلامة إعرابها هي واو المدي الجامعون هذه المفردة أو هذه الكلمة وردت في صيغة الجمع المذكر السالمي وعلامة إعرابه هواو المد إذن لدينا الفلاحون مجتمعون الصاعدون الفارشون الجامعون والجامعون أعيد قراءة النص ويا له من مشهد فلاحي الفلاحون مجتمعون في ركن من أركان الضيعة أما الصاعدون على السلالم والفارشون للأفرشة والجامعون للغلال يعملون في حماس والفرحة تعلو محياهم إذن لأذكر علامة إعرابي الجمع المذكر السالم في حالة الرفع هي واو المدي وعلامة إعرابي الجمع المذكر السالمي في صيغة الفتح والكسر هي يا أول مدي وفي الأخير يمكنكم إنجاز بقية التمارين المقترحة بالصفحات ثمانية وثمانين تسعة وثمانين وتسعين الواردة في كتاب التمارين عالم القراءة وشكرا لكم على المتابعة ترجمة نانسي قنقر